مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبة في الله عز وجل مرحبا بكم في مراجعة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمادة التربية الإسلامية إن شاء الله تعالى أحبة في الله عز وجل الآن مع الاختبار التجريب الأول نبدأ حبتنا بالأسئلة الموضوعية اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي أولا القرآن الكريم وعلومه السؤال الأول يقول ما المقصود بكلمة وقبيله ما المقصود بكلمة وقبيله إنه يراكم هو وقبيله المقصود بكلمة وقبيله هل ذريته وجنده أم أصحابه وأقرانه أم رأساؤه وحكامه أم عائلته التي ينتمي إليها طبعا الإجابة ذريته وجنده الحديث الشريف وعلومه التغيير باليد هو هل هو أعلى درجات تغيير المنكر أم أدنى درجات تغيير المنكر أم أوسط درجات تغيير المنكر أم الضرب والاعتداء على مرتكب المنكر طبعا الإجابة الصحيحة أن التغيير باليد هو أعلى درجات تغيير المنكر من آذاب تغيير المنكر أن من آذاب تغيير المنكر أن أنظر للإجابات التي أمامك وركز فيها جيدا نعم من آذاب تغيير المنكر أن يكون برفق من آداب تغيير المنكر أن يكون برفق السؤال الرابع الحج المبرور هو انظر إلى الإجابات التي أمامك جيدا نعم الحج المبرور هو المقبول الذي لم يخالطه إثم أحسنت بني الحبيب ثالثا العقيدة الإسلامية السؤال الخامس أهل بيت النبي هم هل هم الأنصار أم المهاجرين أم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أحسنت نعم الإجابة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته السؤال السادس حج جاسم ولكنه نسي الإحرام فإن حكم حجه طبعا الإحرام ركن من أركان الحج وطالما أنه قد نساه فإذا الإجابة أن حجه باطل لأنه ترك ركنا ما الميقات المكاني لأهل قطر يا أحبتي الميقات المكاني لأهل قطر هو قرن المنازل تواف الزيارة من؟ هل هو من سنن الحج أم أركان الحج أم واجبات الحج أم مباحات الحج؟ نعم هو من أركان الحج تواف الزيارة أو الوقوف بعرفة أو السعي بين الصفا والمروة كل هذه من أركان الحج وطبعا يزيد عليها الإحرام السيرة النبوية السؤال التاسع العدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم مناسك الحج يزيد على نعم يزيد على مئة ألف حاج ليتعلم المناسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال العاشر يقول اختر تعريف الحياء من البدائل الآتية انظر إلى هذه البدائل ستجد أن تعريف الحياء وخلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله تعالى جزاكم الله خيرا أحبتي نبدأ في الأسئلة المقالية أولا القرآن الكريم من درس الحذر من وساوس الشيطان أجب عما يأتي قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير السؤال لماذا جعل الله تعالى لباس التقوى وهو الإيمان والحياء خيرا من كل لباس حسي الإجابة يا أحبتي أنه يصون النفس من المعاصي با احتج المشركون في طوافهم عراطا حول الكعبة لسببين أكتب واحدا منهما طبعا هناك سببين السبب الأول أن ذلك من فعل الآباء أو أنهم يقلدون آباءهم والسبب الثاني أنهم زعموا أنه أمر من الله تعالى إذن يزعمون أن ذلك من فعل الآباء وأنه أمر من الله عز وجل الحديث الشريف السؤال الأول من درس المسئولية المجتمعية يقول أكمل كتابة الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا أكمل بني الحديث أوقف الفيديو وأكمل أنت الحديث بنفسك نعم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم السؤال الثالث عشر من درس أفضل الأعمال عند الله تعالى أجب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئله أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور السؤال يقول تحدث عن راوي الحديث من حيث علمه وروايتي للحديث نعم أحسنتم هو من قراء الصحابة وكان من أكثر الصحابة حفظا للحديث بسبب دعاء النبي له وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم يا أحبتي السؤال باء يقول كيف يكون الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الإيمان بالرسول يكون بالتصديق به وبرسالته وطاعة فيما جاء به لو قلنا التصديق به وطاعته إجابتك صحيحة لا مشكلة في ذلك من درس أفضل الأعمال عند الله تعالى أيضا الحديث قلناه سابقا ما المقصود بالحج المبرور طبعا الحج المبرور المقصود به المقبول الذي لم يخالطه إثن أما العقيدة الإسلامية فالدرس الخامس عشر من درس محبة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الخامس عشر أكتب مثالا واحدا لتوقير الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته نقول يا أحبتي دفاعهم عنه في غزوة أحد بأجسادهم وسلاحهم وأرواحهم السؤال باء أكتب حكم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم حكمها واجبة من الفقه الإسلامي أجب عن سؤال العمرة والحج عما يأتي أولا السؤال الأول حج جاسم إلى بيت الله الحرام فنسي الوقوف بعرفة فما حكم حجه طالما يا أحبتي أنه نسي ركنا أي نسي الوقوف بعرفة أو السعي بين الصفا والمروة أو نسي الطواف إذا نسي ركنا من الأركان فحكم حجه باطل قدم رجل من أهل المدينة المنورة قاصد الحج ومر بالميقات آبار علي ولكنه لم يحرم إلا بعد المرور به وضح ما يجب عليه حتى يصير حجه صحيحا طالما أنه مر بالميقات ولا يستطيع أن يعود إلى الميقات مرة ثانية إذن فعليه ذبح شاه إذن فعليه ذبح شاه السؤال من السيرة النبوية السابع عشر من درس حجة الوداع نقول أجب عما يأتي السؤال ألف لماذا سميت حجة الوداع بهذا الإسم؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع المسلمين فيها ولم يحج بعدها السؤال باء اكتب مبدأ واحدا من المبادئ التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع عند المجموعة من المبادئ احفظ منها اثنين أخوة الإيمان الوصية بالنساء تحريم دم المسلم التقوى ميزان التفاضل بين الناس ثم الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة نقول يا أحبتي السؤال الثامن عشر من درس الحياء أجب عما يأتي للحياء نوعان اذكرهما طبعا عندنا حياء فطري وحياء مكتسب حياء فطري وحياء مكتسب هذه فقط هي أنواع الحياء كيف يكون الحياء من الله تعالى؟ يكون الحياء من الله تعالى بتجنب الفواحش والمنكرات واتباع أوامر الله عز وجل والإخلاص في العبادة يزاكم الله خيرا يا أحبتي انتهينا من الاختبار الأول والآن نبدأ في الاختبار التجريبي الثاني بإذن الله تعالى الأسئلة الموضوعية اختر الإجابة الصحيحة مما يلي أولا القرآن الكريم السؤال الأول يقول دلت الآيات على إمكانية البعث في قوله تعالى نعم أحسنت أولا كما بدأكم تعودون ثانيا الحديث الشريف وعلومه أعلى درجات تغيير المنكر والتي تخص من يمتلك السلطة هي التغيير باليد أحسنت من الأخطاء الشائع عند تغيير المنكر نعم تكفير مرتكب المنكر السؤال الرابع المقصود بالجهاد في سبيل الله هو نعم بذل أقصى الجهد لنشر الإسلام أو الدفاع عنه ثالثا العقيدة الإسلامية حكم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة أصبت جزاك الله خيرا رابعا الفقه الإسلامي حج سعود ولكنه نسي طواف الإفاضة فإن حكم حجه قلنا أنه طالما أنه نسي ركن فهو باطل لأنه ترك ركنا الميقات المكاني لأهل المدينة هو آبار علي وقلنا أنه لأهل قطر قرن المنازل السعي بين الصفة والمروى من أركان الحج إذا كان السعي بين الصفة والمروى أو طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة أو الإحرام يعني كل هذه من أركان الحج السؤال التاسع حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا في خطبة حجة الوداع وأسقطها عن الناس وبدأ بربا نعم عمه العباس العبد المطلب أحسنتم يا أحبتي الآداب والأخلاق الإسلامية السؤال الأخير خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله تعالى هذا هو تعريف لأي من هذه الأشياء نعم هو تعريف للحياة فالحياة تعريفه خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله تعالى تعالوا بنا أحبتي لنبدأ في الأسئلة المقالية السؤال الأول في الأسئلة المقالية من درس الحظر من موساوس الشيطان بماذا تم الله تعالى على عباده في الآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشة نعم الإجابة اللباس الذي نستر به العورات والريش الذي نتجمل به ظاهرة علل جعل الله تعالى لباس التقوى خيرا من كل لباس حسي الإجابة لأنه يصون النفس من المعاصي لأنه يصون النفس من المعاصي السؤال الثاني عشر تذكر درس المسؤولية المجتمعية ثم أجب أكمل كتابة الحديث وقد أكملناه يعني سابقا ونؤكد على حفظه عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان السؤال الثالث عشر من درس أفضل الأعمال عند الله تعالى أجب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئله أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور هل الإيمان فقط هو مجرد الاعتقاد بالقلب يا أحبتي؟ أكيد هذا غير صحيح بل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ما آخر الأعمال ذكرا في الحديث الشريف؟ طبعا آخر الأعمال ذكرا هو الحج المبرور لأنه تجتمع فيه الكثير من العبادات الحج المبرور لأنه تجتمع فيه الكثير من العبادات من درس أفضل الأعمال إلى الله تعالى أجب ما المقصود بكلمة أفضل نعم أكثر ثوابا السؤال الخامس عشر يا أحبتي أذكر واحدة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تعطى لغيره من البشر أمامكم الآن عدد من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تستطيع أن تختر منها اثنين وتحفظهما نصر بالرعب مسير التشهر صلى الله عليه وسلم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم وحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وبعث للناس عامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما المقصود بآل البيت؟ قلنا يا أحبتي أن المقصود بآل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أجب من درس الحج والعمرة عما يأتي حج سعود إلى بيت الله الحرام ولكنه نسي السعي بين الصفا والمروة اذكر حكم حجه نسي ركنا يا أحبتي السعي بين الصفا والمروة قلنا إذن طالما أنه نسي ركنا إذن فحجه باطل لو قلنا قدم رجل من أهل قطر قاصدا الحج وبر بالميقات قرن المنازل ولكنه لم يحرم إلا بعد المرور به وضح ما يجب عليه حتى يصير حجه صحيحا قلنا أنه طالما أنه أحرم ولم يستطع أن يرجع فإن عليه ذبح شاء طالما أنه مر بالميقات إذن فعليه ذبح شاء من درس حجة الوداع اذكر ميزان التفاضل بين الناس طبعا هو تقوى الله تبارك وتعالى لماذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء حجة الإسلام لأنه ليوضح فيها للناس مناسك الحج أو ليعلم الناس مناسك الحج كلاهما إجابة صحيحة للحياء نوعين أحدهما يولد به الإنسان والآخر يكتسبه من غيره اذكرهما نقول يا أحبتي حياء فطري وحياء مكتسب حياء فطري وحياء مكتسب الآن يا أحبتي مع السؤال كيف يكون الحياء من الناس بتجنب الفواحش وعدم المجاهرة بها بتجنب الفواحش وعدم المجاهرة بها وصلنا إلى الاختبار التجريبي الأخير يا أحبتي ركز معي بني الحبيب في الأسئلة الموضوعية القرآن الكريم علومه السبب الذي يجعل الشيطان وجنوده أشد خطورة هو نعم أنهم يروننا ولا نراهم فالشيطان يرانا لكننا لا نراه وهذا يجعله أشد خطورة الطريقة التي يستطيع بها ضابط الشرطة أن يغير بها اعتداء على أحد الممتلكات هي التغيير باليد لأن قلنا هذا لأصحاب النفوذ أو من له القدرة على ذلك من شروط تغيير المنكر السؤال الثالث من شروط تغيير المنكر أنه لا يترتب على تغيير المنكر منكر أشد منه السبب في أن أبو هريرة رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حفظا للحديث هو نعم ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي له من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نعم أعطي الشفاعة صلى الله عليه وسلم حج حمد ولكنه نسي طواف الإفاضة فإن حكم حجه قلناها يعني مرارا وتكرارا طالما أنه نسي ركن إذن فحجه باطل لأنه ترك ركنا باطل لأنه ترك ركنا قرن المنازل هو الميقات المكاني لأهل المدينة أم الشام أم اليمن أم قطر طبعا قلنا أن قرن المنازل هو ميقات أهل قطر قرن المنازل ميقات أهل قطر من مباحات الإحرام التظلل بالمظلات الشمسية والباقي هذا من المحظورات السؤال التالي السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على أداء حجة الإسلام أنه أراد أن نعم أحسنتم أحسنتم يوضح للناس أو يعلم الناس مناسك الحج خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله تعالى يعد هذا تعريفا لا قلنا أنه هذا تعريف للحياة حسنتم الأسئلة المقالية يا أحبة السؤال الأول لماذا جعل الله تعالى لباس التقوى خيرا من كل لباس حسي نعم قلنا لأنه يصون النفس من المعاصي لأنه يصون النفس من المعاصي باء علل المشركون فعلهم للفاحشة لسببين استنبت سببا واحدا منهما أن ذلك من فعل الآباء وأنه كما زعموا أنه أمر من الله تعالى وطبعا هذا كلام كذب من درس المسؤولية المجتمعية أكتب أو أكمل كتابة الحديث أو أكتب تكملة الحديث عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا أكمل بني الحبيب نعم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من درس أفضل العمال عند الله تعالى أجب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور السؤال الأول لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم الإجابة للتأكيد على أن من اعتقد وجود الله تعالى ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن السؤال الباء علم يعتبر الحج المبرور من أفضل الأعمال عند الله تعالى قلنا سابقا لأنه تجتمع فيه الكثير من العبادات كالصلاة والصيام والذكر وغيرها يبأ إذن لأنه تجتمع فيه الكثير من العبادات لأنه تجتمع فيه الكثير من العبادات أيضا من درس أفضل الأعمال نسأل فنقول هل الجهاد في سبيل الله في الحديث معناه مقتصرا فقط على جهاد الأعداء الإجابة لا طبعا الجهاد يكون بالقول أو بالصبر على الطاعة والعبادة أو بالدفاع عن الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية السؤال التالي يقول ما المقصود بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم المقصود هو الاعتقاد الجازم بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتصديقه وطاعته فاذكر واحدة من خصائص النبي التي لم تعطى لغيره من البشر قلنا نصر بالرعب مسيرة شهر أحلت له الغنائم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا أعطي الشفاعة بعث للناس عامة صلى الله عليه وسلم أجب من درس الحج والعمرة حج حمد إلى بيت الله الحرام ولكنه نسي الإحرام فما حكم حجه طالما أنه قد نسي ركنا إذن فحجه باطل قدم رجل من أهل العراق قاصدا الحج أمر بالميقاد ثات عرب ولكنه لم يحرم إلا بعد المرور به وضح ما يجب عليه حتى يصير حجه صحيحا قلنا يا أحبة طالما مر على الميقاد وأحرم فلم يستطع العودة إذن عليه ذبح شاء السؤال السابع عشر من درس حجة الوداع لماذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء حجة الإسلام قلنا الإجابة ليوضح فيها للناس مناسك الحج با ماذا كان شعور المسلمين عندما علموا بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الحج قلنا أنهم فرحوا فرحا شديدا لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من مناسك منه حتى أنهم يعني زادوا على المئة ألف من الصحابة اذكر أنواع الحياء طبعا الحياء نوعين أحبة فطري ومكتسب فقط الحياء نوعين فقط فطري ومكتسب كيف يكون الحياء من النفس؟ طبعا الحياء من النفس يكون بتجنب الفواحش والعفة بستر العورات يكونوا بتجنب الفواحش والعفة بستر العورات إذن قد وصلنا إلى نهاية المراجعة أحبتي أسأل الله عز وجل لكم النجاح والتوفيق وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم وذكر حبتي بضرورة فهم الأسئلة وحفظ أجوبتها وإذا وجدت شيئا صعبا عليك أو غير مفهوم توجه مباشرة لمعلم الصف فلن يدخل جهدا لإيصال المعلومة لك بأسهل الطرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية